الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبنائي في هذا طبعا امتحان الموحد المحلي طبعا قسم السادس ابتدائي نشر على بركة الله اهو النص ادنا هنا إن الطفولة من المراحل الهامة في حياة الإنسان التي تستوجب ضرورة تلبية طبعا احتياجاتها والرفع من مستوى ونوعية طبعا برامج رعاية وتربية الأطفال من أجل خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية وتنمية المجتمع وجدت رعاية الطفولة والعناية بها في المجتمعات العربية طبعا الإسلامية الأساسة الديني والاجتماعي الذي تقوم عليه طبعا والذي يعطيها أهمية خاصة كبير الصورة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعطف على الأطفال وحبهم ويحثوا على وجوب طبعا معاملتهم بالشفقة والرحمة واللي فقال صلى الله عليه وسلم نعم ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولأن الأطفال هم أساس استمرارية وتقدم المجتمع ومعقد آماله يلزم إحاطتهم بالرعاية والعناية اللازمتين في إطار من الفهم العلمي والموضوعي وإلا فإن هذا الأمل وذلك الطموح الذي يعقده المجتمع على أبنائه سيكون مصيره الضياع سيكون مصيره الضياع وتتبدد تبعا لذلك مجهودات هذا المجتمع ومقدراته ويكون التخلف مصيره نعم إذن حاولوا تقرأوا النص كاملا نعم هذا النص إذن هذا هو النص قرأوا أكثر من ثلاث مرات نعم قرأوا النص أكثر من ثلاث مرات نكبر الصورة بعدها المجر رئيسي طبعا اللي هو الأول قراءة أحددوا نمعية النص بوضع إعلامة أمام الجواب المناسب واش النص تفسيري أم سردي يعني حكاية أم وصفي نعم إذن قرأوا النص حول الجواب الأسئلة سأمدكم بالأجوبة بعد نهاية قراءة الأسئلة كاملة هنا أتمم الأخريطة أتمم الأخريطة كلمة تقدم إذن تقدم نوعها صفقوا عن قرأنا هذه الأخريطة الكريمة إسم ولا فعل ولا حرف مرادفها ثم ضدها وتركيبها في جملة ثم عدنا هنا طبعا هنا عائلة كلمة رحمة نسينا هنا عائلة كلمة رحمة عائلة ديالا سؤال الثالث يقول ما مصير المجتمع الذي لا يقدم الرعاية والعناية اللازمتين للأطفال طبعا من النص واستخفج من النص العبارة التي يحدث من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم أهمية رعاية الطفولة ودورها في إعداد جيل يعود بالنفع على المجتمع الثانية أهمية الرياضة في بناء الجسم تأهمية وسائل التصال في حياة الإنسان نعم إذا ما هي الفكرة الصحيحة أولا خص الفقرة الثانية من النص نعم بعد قراءة طبعا الفقرة الثانية بتماعون سنقوم بتخيصها أختار القيمة التي روج لها النص واش فضل الرفقة الصالحة أم أهمية الرياضة أم الاهتمام بالطفولة أم الاهتمام بالطفولة ننتقل إلى المجال طبعا الرئيس الثاني اللي هو الدرس اللغوي تقولنا أصنف الأفعال التالية عزب جدول إذا عدا نقال وصال أخذ مر بنا فعل صاحيح معروف أنه عدنا أثلت أنواع سالم ماموز مضاعف والفعل معتل اكتفينا فقط في أب المثال والأجواف والناقص بقى عدنا لافيف مفروق ولافيف مقرون إذن أتدر الرجوع هنا عدنا نقالة نقالة فهذا فعل صحيح سالم أخذ هذا ما عنده وصل عنده حرف إلا في البداية إذن هذا مثال فعل معتل مثال وأخذ فهو صحيح لا عنده مهموز عنده الهمزة سنضعه هنا ثم مر هذا فعل صحيح ومضاعف بنا هذا فعل ناقص معتل ناقص عنده حرف إلا في آخر نمر أصرف الأفعال الآتية حسب المطلوب نعم مع الشكل التام يأمر بالعطف على الأطفال هما طبعا عندنا نأمر بالعطف على الأطفال هما قال خير الكلام إذن نصرف في الزمن الأمر ثم مع أنتم قال خير الكلام نعم ننتقل السؤال الثالث أصغوا اسم الفعل واسم المفعول من الأفعال التالية إذن أرسل عنصغ منه وهي أرسل عنصغ منه اسم الفاعل ثم اسم المفعول أرسل لاحظوا جيدا أرسل فهو فعل غير ثلاثي ربعي غير ثلاثي إذن اسم فاعل عندي رميم مضمومة وكسري ما قبل آخره طبعا مهم ثم عنخرج منه اسم مفعول عندنا فيه العدة هذا الثلاثي عنخرج منه اسم الفاعل واسم المفعول نعم ننتقل إلى أعطي وزن الميزان الصرفي كلمات تالية سامع وإججمع إذن أعطوني سامع وإججمع الوزن ديالها ديالكل كلمة ننتقل الفرع الثالث اللي هو التراكيب أدخل لن على الجملة الثالية مع الشكل التام يساهم إهمال الطفولة في بناء مجتمع متماسك ندخل لن هاي نضيرو هنا لن ونكمل الجملة مع الشكل التام أدخل لم الجازمة على الجملة آتية مع الشكل التام يعمل أبي طول النهار نعم ندخل لم منتقل إلى السؤال الموالي أحيط الجواب المناسب مما كتب بين قوسين التقيت أخا أو أخ أو أخي سعيد التقيت أختار جو سعيد الباريحة أمام مندرسة كان يمد اليد العوني لكل ذو لذا ولذي حاجة إذا نحطوه بخطهم أحول الكلمتين المسطر عليهم إلى المثنى نعم هذه كلمة العالم المعظم إن العالم المعظم في مجمعنا إذن العالم المعظم هذه لنا نكون في أستراليا نبدوها إلى المثنى إن العالم أحول المثنى ثم المعظم إلى المثنى أعرب ما تحته خط نعم اجتهد كي تنجح كي سبقه ون درسناها تنجح نعم المجال فرع التاد إملا أرسم الهمزة المناسبة فيما يلي همزة قطع أو همزة وصل نعم هنا اسمع إكرام اسمع إكرام الأطفال واجب أكتب ابنه أو ابنه بدون همزة كتاب صحيح ابن خفاجة الشاعر أندلسي أتعرفه نعم أتممه بكتاب ألف لينة المقصورة الممدودة هنا لدينا دعاء منتهى دنيا وأكتب الهمزة بشكل صحيح مع الشكل التام بعد الوضوء أذن المؤذن للصلاة قرأ الإمام الجزء الذي أحفظه وأخيرا طبعا المجال الرئيس الكتاب هنا قالوا أن أضبط الكلمة المكتوبة بخط مضغوط في النص بالشكل التام الكلمة لا تكون عندنا في النص مضغوط ثم أحيط أضبط الجملة الآتية بالشكل التام من مراحل هامة في حيث إنسان أخيرا أخيرا الفرع الثاني أو المجال الفرع الثاني والتعب الكتاب لاحظت أن الحي الذي تسكن فيه لا يتوفر على مكان مخصص للأطفال اللاعب والترفي أكتب طالبا لرئيس الجماعة التي تسكن بها تطلب منه تخصيص فضاء لأطفال الحي مبرزا له أهمية اللاعب في حياتهم حدود رأي والشرط حدود ثمانية إلى عشرة أسطور فقط مع مراعاة العنصة خضوع النص لتصميم مناسب المدينة التاريخ المرسل إليه عرض أفكار تعلق من موضوع موضوع طبعا كما قلنا طالب سلامة اللغة المستعملة ومستعمال صحيح لعلامات الترقي والتسلس المنطقي الأفكار الالتزام بعد الأسطور المقرؤية والتنظيم المادي لمنتوج إذا الكتاب الطلب نعم كتاب الطلب لرئيس الجماعة هذا والمهم نمشيوا الإجابات دابع نعم بالنسبة النوعية النص فالنص تفسيري يقدم لنا الشروحات وتوضيحات طبعا حولها رعاية أهتمام بالطفولة ماشي سردي ماشي وصفي بالنسبة التقدم إما ندره اسم أو مصدر تقدم يتقدم وتقدم أو مصدر هو ويكفي كلمة اسم كافية مرادف وازدهار عير ندره إما ازدهار تطور نعم رقي ضد التقدم إما تخلف تراجع تأخر عير كلمة تركيب ها في جملة عرفت وسائل التصال تقدم كبير في عصرنا الحالي هنا عائلة كلمة رحم رحم يرحم الأمر إرحم رحمة مرحوم وراحم ورحيم لكن فقط نكتفي بأربعة ما مصير المجتمع الذي لا يقدم الرعاية والعناية اللازمة للأطفال إذا رجعنا النص إذن المجتمع مصير المجتمع الذي لا يقدم الرعاية والعناية للأطفال هو الضياع الضياع فيها الكلمة أستخدم من النص العبارة التي حدت من خلال النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بالصغار تقضي الكفار إذن أحد الحاديث عدنا رف النص ليس مننا مش هذا هو الجواب ليس مننا من لا يعطف على صغيرنا ويوقر كبيرنا لسألقوا حديث الفكرة العامة هي أهمية رعاية الطفولة ودورها في إعداد جيل يعود بالنفع المجتمع وليس أهمية الرئيسة أو ساعتصار فنتحدث عن أهمية رعاية الطفولة ودورها في إعداد جيل يعود بالنفع المجتمع تلخيص الفقرة الثانية هي التي فيها أن النبي صلى الله عليه أن الدول الإسلامية تحط كلها على الرعاية والاهتمام بالطفولة تبرج عن النص أختار قيمة التي يرويزها النص فضل الرفقة الصالحة اللهم أهمية الرياضة اللهم فيتحدثوا عن الاهتمام بالطفولة الاهتمام بالطفولة المجال طبعا بشيء صرف التحويل نقال قلنا هو السالم أخذ مهموز مرة مضعف وصل في المعتل مثال أجوه ما أدناش وبانا فهو فعل معتن ناقص يأمر بالعطف على الأطفال هما يأمراني بالعطف على الأطفال يأمراني قال خير الكلام هنا رغلنا في الأمر قولوا خير الكلام قولوا خير الكلام أصغ اسم فاعل واسم فاعل من الأفعال التالية أرسألة هذا غير تولاتي أرسألة عنده من مضموم وكسري ما قبل آخر مرسيل واسم فاعل من مضموم وفتح ما قبل آخر مرسال عدة تولاتي أي يكون عن وزن فاعل عد ومعدود اسم نفعول على وزن مفعول لأنه تلاتي الوزن تكيب سامع فاعل اجتمع افتعل نعم ندخل لن نقول لن يساهم اهمال الطفولة في بناء مجتمع المتماسك لن الآن اسمع اداة نص وبين بأن لا يدخل لأداة افتعلنا هنا يعمل ابي طولة هنا التقيت 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 أخا هذه اللي صحيح عليك لأنه التقى فعل والتاق الفاعل وهذا الفعل بمنصب التقيت أخا أخا سعيد البارحة كان يمد يد العون لكل لي حرف وجدر كل لي اسم وجدره دي مضافئة دي حاجة يكون دي هنا إن العالم معظمون في مجتمعنا إن مدم أن العالم اسمه إن منصوب هل تكون هذه منصوبة باليا إن العالمين معظمان هذه مرفوعات هل تكون مرفوع بالآلف لأنه متنى إن العالمين معظمان في مجتمعنا كي أذى تنصب تنجح في المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح الضائر الأخير طبعا والفاعل ضمير تقول أنت هنا اسمع هذا فعل تسمع تلاتي فالأمر همزة وصل إكرام فعله أكراما رباعي إذن هتكون دهمس خطأ الأطفال واجب إلا كانت ابنه في البداية طبعا تكون عندها مدينة